بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال إنما هو عيد لمن قبل الله سيامه وشكر قيامه وكل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد تقبل الله أعمالكم وصيامكم وقيامكم وجعلنا وإياكم من عطقائه من النار في هذا الشهر المبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في بردمجكم مع الناس والحلقة الأخيرة من الموسم الرمضاني في رحاب عيد الفطر السعيد معكم مصطفى خليفي ومعنا ضيفنا الدائم سمعت شيخ الدكتور أكرم بركات السلام عليكم مولانا عليكم السلام ورحمة الله مولانا يعني بلس نحكي عن العيد نحكي عن زيارة القبور نحكي عن صلاة العيد نحكي عن صلاة الرحم مجموعة من العادات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالثقافة الإسلامية وبنفس الوقت عندها بعض اجتماعي بشكل كتير كبير طب اليوم بظل السياسات الصحية والتباعد الاجتماعي وتجنب الاختلاط كل هذه العادات غير ممكنة فكيف نقدر أن يكون في منازلنا هذا العيد عيدا إسلاميا بروحه وبعضه المعنوي والثقافي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وعلى المشاهدين والمشاهدات والله سبحانه وتعالى يتقبل الأعمال بإحسن قبول بالبداية نحن بأواخر أيام شهر رمضان المبارك بهاي الأيام يعني الواحد بيتذكر أنه نحن بأواخر أيام الضيافة الضيافة الإلهية يعني بعد هذه الأيام سوف نحرم من هذه الضيافة لذلك يعني ممكن الإنسان المؤمن أن يودع هذا الشهر بحزن لأنه سيترك الضيافة الخاصة لينتقل إلى ضيافة عامة لأنه آخر شي نحن كلنا في ضيافة الله العامة وبأواخر الأيام واحد يتذكر الأدعي الواردة عن آخر الأيام لأنه بشهر رمضان في شي هو فرصة وهو بخوف الفرصة أن يغفر الله لنا ذنوبنا والذي بخوف أن يحرم الإنسان هذا الغفران الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر لذلك بهالأيام المؤمن يدعو دائما وهذا شهر رمضان قد تصرم فأسألك بوجهك الكريم أن تصلي على محمد وآل محمد وأن بقي علي ذنب لم تغفره لي أن يطلع فجر هذه الليلة أو ينصرم هذا الشهر إلا وقد غفرته لي يا أرحم الراحمين يعني من هلأ لآخر شهر رمضان لازم نضلنا ندعو الله سبحانه وتعالى أنه إلا متغفر فاغفر يعني هلأ نحن بآخر الأيام وآخر الساعات فيارب نسألك بعزتك بوجهك الكريم أن تغفر لنا يعني هذا التوصل مفروض أن يلاحق الإنسان المؤمن أما بالنسبة إلى مجيء العيد المبارك العيد إذا واحد بده يعطيه فلسفة هو فينا نعبر عنه أنه هو حفل تخرج المتخرج في هذا العيد هو الذي عبر عنه الإمام علي عليه السلام في الحديث الذي ذكرته في المطلع أنه هو عيد من قبل الله صيامه وشكل قيامه يعني المتخرج في هذا العيد هو الذي تقبل الله سبحانه وتعالى صيامه هو الذي يستحق أن يكون المتخرج والجائزة في هذا العيد هي جائزة غير مرقومة في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله إذا كان أول يوم من شوال نادى مناد أيها المؤمنون أغضوا إلى جوائزكم بس النبي صلى الله عليه وآله ما بيوضح ما هي الجوائز بالتحديد بقول جوائز الله ليست كجوائز هؤلاء الملوك هي جوائز طليق بالله سبحانه وتعالى هذا المشهد في حفل التخرج مفروض أن يكون فيه مثل احتفالات عننا طيب حفل التخرج فهمنا المتخرجون هم الصائمون مقبول الصيام القائمون مقبول القيام فهمنا مفروض يكون في كل من المتخرجين كلمة المتخرجين شو لازم تتضمن أول شيء لازم تتضمن ذكر الله لذلك منلاحظ أنه بالعيد يعني في ذكر الواحد يظل يقوله هذا بيش واحد شيء بيسمعه كشعار عام لا لا هذا ذكر مفروض واحد يظل يقوله بالعيد بعد صلاة المغرب ليلة العيد وبعد صلاة الصبح يوم العيد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا هذه اللي نسمعها نحن بأيام العيد هذه المفروض نحن نرددها نسميها تهليلات العيد تهليلات العيد نحن لازم نرددها نرددها ويعني نتأمل المعاني أنه الله أكبر أن نذكر الله سبحانه وتعالى الأكبر خاصة أنه هو سيعطينا هذه الجوائز التي يسعها بخلو أنفسنا وأن نشكر الله سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء لا إله إلا الله نشكر الله سبحانه وتعالى على أفضل نعمة أنه هدانا لهذا الدين لهذا التدين وأولانا هذه النعم الكبيرة والذي يعبر عباديا عن هذا الشكر هو صلاة العيد هلأ هالأيام ما في صلاة العيد جماعة على أزمة الكورونا صلاة العيد صح أنه هي إلى اعتبار خاص والله سبحانه وتعالى يحب هذا الاجتماع اجتماع العيد بس برجع بأكد أنه نحن بحسب مفهومنا الدينة يعني صحة الإنسان والخوف على الإنسان نحن نقدمه على المراسم يعني لذلك نحن بالأولوية منقول أنه نقدم مسألة الصحة على أنه لا سمح الله يجتمعه ويشترط بالصلاة يكون في نوع من التقارب واحد يكون لا سمح الله معه الفيروس ينتقل يعني حتى لو كان الاحتمال قليلا المحتمل قوي نحن نحن اللي بحركنا قوة الاحتمال وليس قوة المحتمل وليس قوة الاحتمال فليذلك صلاة العيد ممكن واحد يديها بالبات فرادة نعم يديها بالبات ممكن واحد ممكن العائلة تجتمع نعم بيأدوها جماعة رجاء المطلوبية البي بيتقدم بيصلي مع الزوجة والأولاد أو بيصلوها فرادة بس أنه تصلي صلاة العيد ويقنط قنوط العيد اللي هو عبارة عن تسعة قنوطات رائعة جدا في مضمونها ومحتواها العالي بس قبل ما نقطع هون بس عشان بأنه بس تطرقنا على ذكر هذا الموضوع صلاة جماعة داخل البيت بيكون يتقدم الأب ويقف الذكور ومن خلفهم الإناس على يمكن الإبن يتقدم ما بتعرف أنت نعم بالشكل يقف الذكور وخلفهم الإناس طبعا يعني مفروض أنه عالة صلاة طبيعية أنه يتقدم الذكور وبعض الإناس على الأقل ممكن أنه توقف المرأة بالصف الأول عند سمحة الأبام الخامنئة إذا طالما أبعد من شبر بيمشي الحال يعني تبعد بمسافة المقبولة شرعا بس أبعد من شبر بيمشي الحال أفضل أيضا من الأمور التي هي شكر وعملوا ألا داود شكرة لأن إحنا مهما عملنا لن نستعر أن نشكر الله أشكرك بيساني هذا وشكري لك يقتضي شكرة يعني لا يوجد أحد يشكر أصمع الله بس من الأمور التي يشكر الله سبحانه وتعالى بها الإنسان في العيد الالتفات إلى الفقراء إلى المحتاجين اللي بيعبر عنه شرع الحنيف بزكاة الفطرة يعني زكاة الفطرة هي الالتفات إلى الفقراء وزكاة الفطرة يعني في بعض الأحكام الشرعية اللي جاي بنحو الاحتياط بتدل على أنه المحيط القريب هو الأولى نحن عندنا احتياط واحد ما يطلع زكاة الفطرة من البلد اللي بيكون فيها ليلة العيد قبل ما يصلي صلاة العيد كأنه هايدي المسألة إشارة أنه يخي كل ضيعة كل قرية كل مدينة أنه تهتم بالفقراء اللي فيها على أن زكاة الفطرة تنعطل الأرحام غير الأب والأم والأولاد لأنه هو جبين نفقة تنعطل الأرحام تنعطل الجيران تنعطل أول الفضل والتدين ولكن بالبلد يعني هلا اليوم لما نشوف نحنا بهالأزمة الاقتصادية وبالوضع اللي كمان ضغط عليه أمر الكورونا هيدا الاجتماع الرائع ببلداتنا وبقرانا بقلب البلدات أنه عم بيأمنوا إعاشات وعم بيأمنوا تموين وبعض الحاجات يعني وعم بيبدعوا بطريقة التقديم يعني ساعة حشم مبادات فرقية في نوع من الإبداع لحتى يوصلوا لأمور الضرورية هيدا رائعة وهيدا بتمثل رسالة العيد ورسالة زكاة الفطرة فإذا زكاة الفطرة على صحة زكاة الفطرة هي متى قليلة عمليا يمكن الحد الأدنى هلأ فيقول واحد تتلف بس أنه كلما واحد يعني زاد زكاة الفطرة عن الفرد كلما واحد بيكون عم بيعمل مستحب له ثواب أكثر لأن هي طعام يعني مرة واحد بيطعم طحين بيعطي طحين مرة واحد بيعطي لحم بيأكل هي بيأطي ثلاثة كيلو أكل يعني كلما واحد زاد كلما بيكون أحسن حد الأدنى ثلاثة لاف ومفتوح الأمر لأله أدنى هو بيقدر يكون عم بيشارك طبعا بالعيد في شيء بالرويات عنه لافت يعني أنه بالعيد وارد أنه يذكر الواحد الإمام الحسين عليه السلام والإمام المهدي عليه السلام طبعا لأنه مسألة إمام الحسين عليه السلام والإمام المهدي عليه السلام في خصوصية لإمام الحسين عليه السلام تلاحقنا في ليلة القدر وفي العيد وفي خمسة عشر شعبين وفي الكثير من المناسبات لأن الله سبحانه وتعالى واضح أنه بالشرع عنه يريد ثقافة حسينية خاصة تنطلق من التاريخ لتصل إلى إمام مهدي عليه السلام يعني نحن بين الحسين والمهدي عليهما السلام يعني ننطلق من ذلك الكنز التاريخي لنحقق ذلك الكنز المقبل مع الإمام المهدي عليه السلام لذلك بالعيد مستحب زيارة إمام حسين عليه السلام يعني هلأ إذا واحد ما بد يقرأ زيارة كاملة يتوجه للشرق قول السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله تقضي هذي هي زيارة بس يتوجه بس ما ينسى إمام الحسين عليه السلام بالعيد وويرد دعاء الندبة اللي هو يعني دعاء فيه العلاقة مع الإمام المهدي عليه السلام هلأ فيه أمور تربوية بالعيد بدلا للتفتلة من الأمور التربوية إنه الواحد يلتفت للعادات اللي تعود عليها بشهر رمضان إنه يبقى عليه بش إنه واحد فيه ماس يمكن يكونوا بقى لك شهر رمضان بيشعر إنه هو مش يحاله بس كابس حاله يعني ضاغط حاله ضاغط حاله بيخرج شهر رمضان بده يتفلت نرؤي شوي بيرجع بيخسر كل شي حاصل شعر كان يقول يعني هذي بيمثل على الحالة السيئة والسلبية إنه واحد كان شهر رمضان ما يشرب خمر لما يطلع شهر رمضان كان يقول رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تنتهفوا إلى مشتاق يعني هيدا كان ناطر يخرج شهر رمضان لح يسكر ما هيدا بيكون ما استفاد من شهر رمضان المفروض بالشهر رمضان العادات اللي اكتسبها خاصة إنه الإنسان بشهر رمضان اكتشف إرادته كان معوّد يدخن ومعوّد يشرب قهوة معوّد يأكل ساعة البده ويشرب ساعة البده اكتشف أنه عنده إرادة هيدا لازم يبني عليها بعد العيد في عادات إنه كان فيه على السحار يصلي صلات الليل يدعو دعاء يصلي صلات الصبح في وقتها يقرأ قرآن كريم يصلي نوافل هيدا العادات رائعة في ضمن العادات عادات اجتمعية عم يقعد يأكل هو وعائلته هيدا الجلسة يحبها الله ورسوله يعني هيدا الجلسة أحب إلي من اعتكاف في مزدي هذا كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وقاله هيدا العادة مفروض واحد يحافظ عليها هيدا الجملة من العادات يحافظ عليها ويلتفت بشكل أكيد إنه ما يحرق اللي عمله هيدا ما يحرق اللي عمله لأنه مرات واحد بيبني 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 بيجي إخشي بيعمل عمل ما هذا العمل يعني بالكسر والانقصار بيطيح يعني وارد أنه واحد كان عم يسمع النبي صلى الله عليه وقاله عم بيقول من قال سبحان الله غرس الله له شجرة في الجنة فقال له إن شجرنا في الجنة لكثير يضل واحد سبحان الله سبحان الله قال ولكن إياكم أن ترسلوا إليها نيرانا فتحرقوها هيدا مفروض هلأ فيه أمور ثانية بتستمر هلأ فيه أمور حرمنا منها بنسبة قصة مثلا الرحم تواصل مع الرحم يضل واحد يتواصل مع الرحم عبر التواصل يعني وسائل التواصل اجتماعي هذا آخر شي نوع من صلة الرحم هلأ زيارة القبور هلأ ممكن واحد يزور طبعا بالعيد ما فيه استحباب خاص بيزار القبور هذه عادي عادي صحيح بس أنه وارد نحن عنا آخر شي أنه زوروا موتاكم فإنهم يفرحون لزيارتكم يعني فيه فرحة بتكون للموت لأنه الزئر لما يزور الميت أول شي هو بيعتبر بالموت وثانيا الميت يكون له ثواب بهذه الزيارة وتنفعه هذه الزيارة ويستقنس برحمة الله سبحانه وتعالى فصح أنه هي مستحبة بشكل خاص بالعيد ولكن هي على كل حال هي سنة حسنة بالأصل أصل زيارة القبور هي من السنة الحسنة اللي فيها فيدي للزائر وللمزور مولانا يعني في بعض عنها كم سؤال فيما خاص موضوع العيد والعشر الأواخر ولكن بدنا نأخذ أول اتصال معنا سلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله بس حيب من بعد إذنك أسأل مولانا أنا قبل ما انتزم تطور تسليفة نعم تفضل بدي أطلب منك لو سمحت توطي صوت التلفزيون وتسمعنا عبر الهاتف نعم أنا أنا بس قبل تسليفة كنت فطرت بعد تسليفة فطرت خمسة أيام يعني كنت فكر إنه ده مرأة على الأهل يعني خلص مرأة نعم ودعب بس كرمال كفارة شو بتوجب علينا نعم واضح السؤال واضح السؤال نعم معنا أيضا الأخ أحمد سلام عليكم سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم حبيب أخي أخي وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا أتعذبك موضينا عندي سؤال بس على حديث الساكلين أني تاركم فيكم الساكلين ما أنتم تمسكتوا تمسكتوا معا لن تظلوا أبدا بعدي فنحن نستذل بهيدو أنه دائما في معصوم حي ساكل لن 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 يردى حتى يردى علي الحوض لن يفترك حتى يردى علي الحوض ف بس السؤال أنا بس سيضر لما المهد عجل الله على سراجة وليستشهد يعني يستشهد طبعا في فترة زمنية بين هالقشار ويوم الإيام تكون خلية للأرض بمعصوم نعم بس بدي تفسير عن هذا الشيء نعم واضح واضح شكرا وعليكم السلام ورحمة الله معنا أيضا الأخ أبو علي سلام عليكم السلام عليكم مولانا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بس لو سمحت أردت في شحلنا لأي مولانا إذا ممكن ولو بشكل سريح أتمنى آخر على الإخوان المشاهدين ولكن لأن هذا الأمر يتكرر كل عام في شهر رمضان ونشوفه وكأنه أحيانا على سبيل النكات على سبيل المسحة يتردد أنه طول أنه خيل الحمد لله ارتاحنا أنه ما أطوله هذا الشهر أو وكأنه يصير الإنسان المؤمن في شهر رمضان يستشعر بدل ما يستشعر بكرم ضيافة الله ويصير بآخر الشهر مبسوط أنه خلص بدل ما عم بيكون عم بيودع باشتياق هذا الشهر الفضيل يعني الأول شي أنه يقتار من الناس بنيات طيبة عندهم هذا الشعور ولكن مفروض الإنسان أن ينظر إلى شهر رمضان من باب الضياف الإلهية ومن باب الحب من ناحية والثواب من ناحية يعني يا بدوا ينظر لهم باب التجارة يا بد ننظر لهم من باب الحب على من باب التجارة منلاحظ نحن الناس أنه إذا كان في موسم تجاري أوي افترضنا هذا الموسم التجاري الأوي اللي فيه ربح باليوم افترضنا صار واحد يربح باليوم شي افترضنا مئة مليون مليون يعني ها هلأ ضلوا الموسم عشرة يام ما بيحب يجي عشرة يام تانين يجي عشرة يام ما بيحب يضلوا شهر بيخلص الشهر بيقول ياريت بيجي شهر تاني ياريت ما بيخلص ياريت بتضلوا السنة كلها هاك لا وبيضلوا مع أنه رغم التعب رغم التعب لأنه عم يربح عم يربح كتير بيضلوا حب يستمر ويستمر أنا بعرف في بلد تجارية مرة مش فيها السوق من ناح أنا بعرف بعض الناس قالوا لي كانوا ياخدوا حبوب ضد النوم لأنه كانوا وقتها الموسم موسم نهاري ليلة فياخدوا حبوب ضد النوم حتى ما يناموا ليبيعوا تصور يعني بكل قوتهم طيب إذا وحد يحسبها تجاريا شهر رمضان أنفسوا وقم فيه تسبيح عم يتنفس واحد تكوينا بالتكوين وعلا يتنفس وبالتكوين شو بدي يكونوا الأجر مع ذلك سبحان الله كل ما بيتنفس إذا وحد يتنفس باليوم كلها سبحان الله يعني الفريضة بسبعين يعني مع كل نفس يعني فيه شي رائع على مستوى الآية القرآنية بقرآن كله كمان ختم القرآن في غيره من الشهور هاري الضيافة على مستوى التجارة إذا واحد كان يعني عن جد معتقد بذلك اعتقادا كاملا كتبه العقل بقلمي على لوحة القلب مفروض يكون كتير يعني فاتح أنه أنه عم ننحرم نحنا بآخر أيام شهر رمضان إذا ذهب شهر رمضان ومن باب الحب ضيافة الحبيب اللي بحب حبا يعني حقيقيا وصرت أقبل ذا الجدارة وذا الجدارة وما حب الجدار شغفنا قلبي ولكن حب من سكنت ديارة يعني إذا كان هذا الشاعر عم بقبل الجدار لأنه ينتسب إلى الحبيب فكيف لا يعشق الشهر لأنه ينتسب إلى الحبيب يعني حتى من باب الحب مفروض الواحد يعني أن يلتفت إلى هذه الكلمات لأنها لا تناسب لغة العاشر مع المعاشر نأخذ أيضا اتصال معنا الأخ أحمد سلام عليكم سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلاً وسهلاً الله يعطيكم العاشر كيف الله يعافيكم أهلاً نعم نعم تفضل الله يعطيك يا رب بدي شغل المولان بس فوضيح للناس إن شاء الله الله بيتقبل عمالنا وعمالكم تهرراً خصوصاً مع قدوم عيدة فضل المبارك شاء الله عاد عليكم بالصحة والعافية وعليكم إن شاء الله بتكتر هذه الأيام بتكتر أنه بيصير مضوع أنه العيد السابع العيد الأحد أو التنان إنه معكم حقنا بلا رؤية الهلال أو كذا كأنه الموضوع إنه موضوع واحد وصفر نأمل من الشيخ أكرم عليه الصلاة بضيفه الحلو واضح للعالم إنه موضوع مش هاك قد يصيب فلان وقد يصيب فلان آخر صحيح وقد يصيب اثنين معا ولكن الموضوع يتعلق بطريقة لإدراع المرجع الفلان واضح واضح حلأ سمحت سمحت الشيخ سمحت الشيخ بوضح الموضوع إن شاء الله شكني كثير لإلك فيما أنا أيضا الأخ محمد سلام عليكم أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا تحية لحبتك الشيخ أهلا وسهلا تحية لك بس عندي سؤال نحن المعروف بالدين انتحار حرام قطل النفس بس في أي بالقرآن قوعة أربع وخمسين سورة البقرة من ضم فتوب إلا بارئكم فقتلوا عنفسكم بس ممكن توضيحها على هي زبط لي نعم واضح مشكرا شكرا لكم مولانا إذا يعني نبدأ من عند الأخ عليه يلي عم يسأل أنه أفطر خمسة يام على زغر من دون ما يعرفوا الأهل بس الله عرف شو بيعمل خيونا يعني أول شي الواحد لما يفطر عمدا بده يتوب إلى الله سبحانه وتعالى أنه هذا آخر شي ذانب يجب التوبة منه والاستغفار منه اثنان يجب علي أن يقضي هذه الأيام ثلاثة علي أن يدفع كفارة عن كل يوم إطعام خمسة وأربعين كيلو من الطعام اللي هو طحين أمح أي شي من المكونات بالطعام هو اللي بده يعطيهم لستين فقير يعني كل فقير ثلاثة أربع الكيلو لما واحد صعبي يعطيها عادة بيعطيها لمكتب شرعي والمكتب الشرعي بيكون عنده عادة فقراء بوزع وبيجمع هذه الكفارات وبيعطيها وفيه يعطيها بلبنان فيه يعطيها خارج لبنان لأنه في بعض البلدان قد يكون أرخص ففيه يعطيها خارج لبنان هذا هو الحكم وبيقدر يصوم كمان شهران متتاليان طبعا هلأ عم بحكي أنا أنه هو مخير بين صوام شهران وبين طعام ستين مسكين بس أنه بهالأوضاع يعني لوحد قصة صيام شهران بيقول لك لا طعام ستين مسكين لأنه أداش أنه مقدار يعني ممكن بعض البلدان برة هلأ يعني تقريبا بالدولار برة يعني أقل من عشر دولار على اليوم يعني بيقول لك بصوم يعني ستين يوم أو بيدفع عشر دولار لا بيدفع عشر دولار بيدفعهم صحيح الأخ محمد عم يسأل مولانا الآية الكريمة فقتوا لأنفسكم ما المقصود فيها وهل أول شي الانتحار هو حرام ربعا الانتحار حرمته على أساس أنه الله سبحانه وتعالى يعني لم يفوض للإنسان كل شيء في نفسه يعني بس أنه يقتل حاله أنه حرام حتى البعض بيستشكل أن واحد يحكي على ماضي السيء فحتى ما يهين كرامته لأنه كرامة المؤمن من كرامة الله لذلك لأنه بالنسبة للإخوان والأخوات اللي هلأ بيسألوا وإن شاء الله يعني بعد شهر رمضان بإكمال البرنامج لما يسأله ما واحد يعني لما تنعرف شخصيت ويحكوا عن حاله بماضي سيء يعني على التلفزيون مش ممدوحة يعني قل لي في واحد قل لي في وحدة بس ما يقولوا لي أنه أنا كنت عم بيعمل حرام يعني هذه المسألة يعني الواحد في كرامة خاصة الله سبحانه وتعالى يؤكد على حفظها والله سبحانه وتعالى يعني لا يقبل بإهانة كرامة المؤمن إن الله فوض للمؤمن كل شيء إلا أن يذل نفسه لم يفوضه لي أصلا لا في كرامة مفروض أن يحافظ عليها فالانتحار من هالباب أنه ما بيجوز أنه ما أعطى الله سبحانه وتعالى الصلاحية هلأ اقتلوا أنفسكم اقتلوا أنفسكم الكلام عن بني إسرائيل الذين عبدوا العجل هلأ في هالي المرحلة ما هو حكمهم كان ما هو حكمهم حكمهم هو أن يتوب يتوب إلى الله سبحانه وتعالى هلأ كيفية التوبة إلى الله سبحانه وتعالى الأي إلى تفسيرين في تفسير بيحمل بعض يعني بيطرحوا بعض أهل العرفان أنه التوبة تقتل النفس السيئة من الداخل فحينما يتوب الإنسان يقتل هذه النفس السيئة ليحيا من جديد بنفس موحدة لأنه كان يعني مشركا بالله سبحانه وتعالى فاقتل هذه النفس التي أشركت اقتلها بالتوبة توبوا فاقتلوا أنفسكم يعني القتل هو نوع من القتل المعنوي وليس القتل المادي هذا اتجاه تفسيري وفي اتجاه ثاني لأنه هؤلاء كان في شريعة موسى كانوا يستحقون القتل فكيف بدوا ينفذوا عملية القتل تنفيذ عملية القتل أنه أنتم مجتمع واحد يعني أنت حينما تقتل الآخر أنت تقتل نفسك فاقتل أنفسكم ليس أن كل واحد يقتل حاله يعني صار فيه الناس يستحقوا الأكل القتل الآخر بدي يقتله حل الموضوع مع الموضوع الفقهي الفقه له لغة خاصة ومصطلح خاص ما بيلتفتولها مرات الناس يعني مثلا بالاستلاحات أنا إذا قلتلك مثلا كلمة طهارة شو معنات كلمة طهارة كلمة طهارة بدك تروح اللغوي بيقول لك نظافة بيقول لك ممتاز طب اسأل الكيمائي والطبيب قل له طهارة شو معناتها بيقول لك تعقيم يعني يعني هلأ افترضنا قام إيجا طهر الجرح إيجا طهر الجرح قام حطله تعقيم أحمر بتديني افترضنا أحمر بيقول لك طهر طلعك وسختل إيدي جو طهر باللغة بيقول لك ما صار في طهارة بالطب بيقول لك صار في طهارة طب قل له للشرع شو معنات الطهارة الشرع بيقول لك الطهارة هي عبارة عن عملية خاصة شرعية فيها إزالة عن النجاسة إضافة إلى استعمال الماء بنحو معين أو التراب بنحو معين إلى تفصيل فبيقول لك إنه بش النظافة مثل ما بيقول اللغوي فقط ولا التعقيم مثل ما بيقول الطبيب فقط أنا إلي لغتي الخاصة السلاحة الخاص يعني ما فيك هلأ تيجي تتعامل لما تحكي مع اللغوي بيقول لك معكها ومع الطبيب بيقول لك معكها ومع الشرع بيقول لك معكها ما تفوت الأمور ببعض كل واحد قل له مصطلحه هلأ مثلا الشهر الشرعي الشهر مثلا لما نقول نحن الشهر كيف يبدأ الشهر بيقول لك الشهر شو معناته هلأ مثلا شهر شوال متى يبدأ شهر شوال الشهر شو معناته الشهر باللغة معناته الظهور والشهر سيفه يعني أظهر سيفه وهذا مشهور يعني ظاهر طيب عال هلأ إذا قلت الشهر هو الظهور يعني معناته إذا كان يعني شافه اثنين وثلاثة واربعة وخمسين من بين من بين الكتار هذا ما يعد مشهور يعني ما يعد شهر بالمعنى اللغوي. طيب تجي للفلكة. قل له شو معناه الشهر. الشهر عند الفلكة حينما يخرج القمر من منطقة المحاق. أول خروجه من منطقة المحاق. يبدأ الشهر الفلكة حتى لو لم يره أحد. يعني حتى لو لم يكن شهرا لغويا. بل لك ممتاز. هذا الفلكة بيحكيها. طيب قل له الشرع. الشرع قل له شو معناه الشهر عندك. بل لك اللغوي. بل لك الفلك. بل لك لا. أنا عندي الصلاح الخاص فيه. شو الصلاحك الخاص فيه. هون عم نجعل الفقهاء هلأ. مع سقص الفلكة ولا عد له خصة اللغوية بالفقه هلأ الفقهاء قد يختلفوا مشهور الفقهاء بيحكوا عن الشهر الذي يتعلق بالرؤية أغلب الفقهاء المسلمين السنة والشيعة بيتعلق برؤية العين بيقولك رؤية العين هلأ بيروح للمجرد البعض بيقول المسلحة مثل المجرد مترأي الإمام الخامن بس بيقولك بيتعلق برؤية العين فصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته بيقولك الشرع هو يحدد الشهر بحسب الرؤية فإذا الفلكة قال لي هلأ الليلة خرج القمر من المحاق قبل المغرب ثاني يوم فيه شهر ما فيه فقيه على فكرة من المسلمين يعني كان يقوله هذه القصة الخروج من المحاق كان يقوله معامل قزافة وكان يفطر ليبي على أساسها أنه هو كان يزر فتوا فيها بس الفقهاء بشكل عام ما حدا بيقوله بالفقهاء وإذا قال حدا يعني بيكون نادر وشاذ من بين الفقهاء المسلمين كلهم عامة سنة والشيعة معروفة أنه صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته أقصى ما يمكن أنه بيجي فقيه شو بيقولك 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 أنه رؤيته يعني إمكان الرؤية بس ما حدا بيقول أنه الشهر الفلكي يعني هذه فكرة أنه هذا مع الفلك وهذا بش مع الفلك بش فهمين المسألة بشكل جيد يعني الناس ما فهمينها بشكل جيد كلهم عام يرجعوا لنص اسمه صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته كلهم عام يجتهدوا بتفسير النص هذا عام يجتهد بتفسير النص الأغلبهم يجتهدوا بتفسير النص أنه صوموا لرؤيته يعني بالعين البعض افترضنا بيقول أنه صوموا لرؤيته أنه لإمكانية الرؤية بس اللي بيقولك إمكانية الرؤية ما عام يجري مع الفلكي ولا الآخر عم يجري مع الفلك كله مجتهدين بفهم النص هذا يقول لك أنا بفهم نصك وهذا بفهم نصك طيب شو عرفنا هلأ حتى نقيم بعدين انه هذا معه حق وهذا معهش حق نحنا عادة نحنا الشيعة كمان نحنا بيقولوا عنينا مخطئ نحنا بنقول انه الفقي الفقي مش انه ما يقوله يكونه حقا اذا فقيهان اختلفا في واحد منهم مخطئ او اتنين مخطئين اذا بعد في رأيه ثالث يعني يا واحد مخطئ يا اتنين مخطئين يا واحد معه حق والتاني معهش حق يعني الاخي ممكن مرة عبارة انا بيش معه بيش اتنين معهن حق معنا نحنا اتنين معهن حق يا اتنين مخطئين يا واحد مخطئ يعني بيش اف بس اخر شي انا شو بدي اعمل انا اذا ما كنت فقيه المجتهد بدي ارجع للمرجع اللي بيقول لي المرجع الاحد العيد الاحد العيد بيقول لي التنين العيد التنان العيد هذا عنده نظرة فقية وهذا عنده نظرة فقية وبعدان هلا اذا واحد شاف الامر انه بقولك هذا معه حق وهذا معه حق اللي بيقول هايك بيكون بيش فهمش فقه بيعرفش الخلفية انت يا حبيب قلبي بتقلد فلان بيكون ممتاز اشتقل على تقليدك وانت بتقلد فلان اشتقل على تقليدك وهذا المسألة مسألة دينية ولازم نحن نتعاطى معها يعني نحن لازم نعيش فقافة الاختلاف وهذا الاختلاف له ايجابية مش الاختلاف هيدا نروح نحن فيه للسلبية ما حدا يفكر هلا يعني هادي بدي وحد الامة وبدأ اعمل روء شوي علي يا خي بلا ما تحلموا كتير ببعض الامور الفقهية لهي امور تابعة لنظرة المجتهد وانت مرات اذا فكرت توحد الامة عم تزيد واحد بالذين يختلفون هيك لا حتصير يعني زدت واحد اني مرة واحد قال لي كنا بالحاج قال لي يا مولانا حيرونا بهذه المسألة في بعضهم بيقول هاك من هو الاعلم بعضهم بيقول فلان هو الاعلم وبعضهم بيقول هاك فلان هو الاعلم لك حللنا ياها من هو الاعلم قلت له انا اذا بدي اقول لك هلا من هو الاعلم انا بكون عم حللك مشكلة ولا عم زيد واحد باصحاب المشكلة عندك اهم سكت واني سكتت لانه اخر شي مش دايما انت بتفوت لحال مشكلة لازم نحنا نتحمل بعضنا معلها اخر شي انا بقلد واحد أنت بتقلد واحد عادية جدا التقليد مسألة دينية أنا قامت عندي البينة عندها المرجع أنت قامت البينة عندك المرجع تاني إن شاء الله أنت مبرأة ذمة وأنا مبرأة ذمة طب أذا الله سبحانه وتعالى برأنا دمتي ودمتك ليش ما نختلف نحن بين بعض التقليد هو آخر شي عمل له سكته المعينة وواحد بيكون على أساسي مبرأة ذمة ناخد اتصال الأخ بديع سلام عليكم سلام عليكم أخ بديع عليكم السلام أهلاً وسهلاً تفضل مولانا السلام عليكم وعليكم السلام بدي أسألك الإنسان بحياته بناماشين نحن بموضوع في فكاية النفذ بدي أعرف أنا فيه بدورتي لحظة بطل ما بقوله هي لحظة الإخلاص بين الإنسان والله عز وجل هاي نظر الشهة بيصالين بديك نحن بدنا نشتغل على حالنا في العمل اللي نحن بخلي رواس النفذ خطة العمال لا تنشى على مهج أخ بديع نعم واضح نعم واضح السؤال بالتشهد والتسليم في بعض المراجع والفقهاء ذكروا أنه التشهد فينا نقول أشهد أن علينا مولي الله وبالتسليم نفس الشيء فيا ريت وتحمد كلمولانا نعم واضح شكراً لك شكراً مولانا كان في سؤال للأخ أحمد بقول كيف يمكن أن تبقى الأرض بلا حجة بعد شهادة الإمام وقبل يوم القيامة أول شيء موضوع أنه شهادة الإمام وتقتله يهودية منه من الموضوعات القطعية عندنا فيه اتجاه بيقول أنه يبقى الإمام المهدي عليه السلام إلى الساعة فيه اتجاه أنه هذا الموضوع منه قطعي ضمن هذا الاتجاه بيكون موائم مع الحديث بشكل طبيعي يعني هاي المسألة مش مسألة أنه بيقول واحد فيه تعارب بينه وبينه عفهم ولنا في أيضا الأخ أبو علي عم يسأل فاستقم كما أمرت إذا ممكن تفسير لأله هلأ واضح أنه فاستقم من الاستقامة الله سبحانه وتعالى حدثنا عن الصراط المستقيم الذي هو أقرب الطرق إلى الله سبحانه وتعالى فالصراط المستقيم مفروض أن يمشي عليه الإنسان سيرا مستقيما فاستقم يعني مقابل انحراف أن لا تنحرف كما أمرت أنه الاستقامة مش أنت بتحددها الله تعالى يحددها وهذه بتدخل بمعنى التعبد مش كل واحد بفكر كيف هو بده يستقيم هو يحدد الشكل لا كما أمرت بس هي باعتقد الأخ الكريم عم بيشير لمسألة في حديث عننا بتقول شيبتني سورة هود فبيتعجب الصحابة أنه لماذا قال النبي شيبتني سورة هود في تفسير أنه النبي صلى الله عليه وآله قال شيبتني سورة هود لأنه في سورة هود فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ومن تاب معك هي اللي شيبت النبي صلى الله عليه وآله لأنه فاستقم النبي معصوم وهذه السود فاستقم يعني هي أمر يظهره الله سبحانه وتعالى لنا لأمر أكيد النبي صلى الله عليه وآله بعصمته هو المستقيم من دون أي انحراف ولكن ومن تاب معك يعني في مسؤولية على غيرك يعني مسؤوليتك ليست على نفسك فقط وإنما على من تاب معك وهنا قال النبي شيبتني سورة هود في معنى اتصال الحجي أم محمد سلام عليكم سلام عليكم حجي محمد نعم أهلاً وصحباً مولينا مولينا سلام عليكم تقبل الله أعبالكم عليكم السلام رحمة الله تقبل الله أعبالكم بالنسبة لتفتيح الزهراء بيشكوا الاستحبابيات يعني بالتراثة تقريباً يعني بقولوا أول شيء التفتيح بعد صلاة الفاردة تجع بقول قبل زيارة الأمم يعني مستحبات نعم بعدين بيقول اللهم صلى على محمد قبيل النوم بعدين بيقول والخشوع فيه يعني مستحب الخشوع فيه وبيقول المواضب علىه والمسامحة فيه شو يعني المسامحة فيه هاي دي اللي وقفت عندك أنا بس ذكت وبدحني إياه لو سمحت نعم ومأجور إن شاء الله أهلاً وسهلاً ولنا في سؤال من الأسئلة اللي أحملناها معنا من الحلقة الماضية الأخ عيصان بيقول أنه هو مواضب على زيارة الإمام الحسين عليه السلام ولكن يستشعر دائماً بنوعاً من يعني الزنب وعذاب الضمير لأنه ما عم بروح يزور الإمام الحسين زيارة واقعية فعم يوقف ويزور الإمام الحسين بكلمات هو يعني من القلب عم بيخاطب الإمام هل في ذلك إشكال هلا أول شيء أنا الأخ الكريم لآل مبارح يعني كتير بثني على خلفيته المعنوية لأنه هو بيقول أنه أنا لما زور الإمام الحسين عليه السلام يعني بشعر أنه ليش ما زرت الإمام الحسن يعني بشعر بنوع من تأنيب النفس لأنه لم يزور الإمام الحسن لم يزور الإمام علي عليه السلام هذه الخلفية خلفية معنوية وروحية رائعة جداً أنا أثني عليها ولكن على كل حال حتى لو زار الإمام الحسين عليه السلام ولم يزور أحد لو افترضنا يعني فالجميع النبي صلى الله عليه وآله والإمام علي عليه السلام والإمام الحسن وأولاد الإمام الحسين كلهم بيرضوا بالزيارة الإمام الحسين الإمام الحسين عليه السلام هو بالنهية محور الإمامة وهم كلهم أكدوا على زيارته هلأ إذا بيزور عادة زيارة ولو بالزيارة المختصرة عادة فيه نحن علماءنا معوديننا أنه بعد الصلاة بيزور زيارة مختصرة السلام عليك يا رسول الله من الرسول حتى وعلى ابن عمي كأمير المؤمنين على زوجتي خارجة الكبرى على ابنتي كفاطمة الزهراء ويزور الأمة اسم اسم يعني فيه اسم اسم ويركز على إمام حسان على السلام وعلى زيارة أمام حسان فيه سؤال أخ بديع وإن كان يعني كمان أيضا سؤال يحتاج إلى يمكن حلقة بهذه العموان بيقول السبيل إلى الإخلاص وتزكية النفس هلأ أنا بدي اختصر له في مقولة للمقدس الشيخ بهجت بيقول الشيخ بهجت أنه المقدس سيد علي القاضي اللي هو أستاذه للشيخ بهجت وهو أستاذ الكثير من علمائنا مثل علامة سم حسان طباطباء بيقول الشيخ بهجت أنه سيد علي القاضي بيقول بعد هذه السنوات عشرات السنوات يعني من السير إلى الله من السلوك إلى الله سبحانه وتعالى أنه وصلت لهذه الخلاصة أنه إذا أردت أن تصل إلى الحقيقة لما نعبر عننا الوصول إلى الكمال لما نعبر عننا الوصول إلى الله بعبروا عننا بأكثر من تعبير يعني الوصول إلى قمة التزكية فبيقول فيه ثلاث نقاط عملهم وبتوصل ثلاث أمور الأمر الأول بيقول افعل الواجب وترك المحرم اثنان أخلص لله في عملك ثلاثة صلي في أول الوقت بحضور قلب الشيخ بهجت بيقول السرعي القاضي هكذا يقول ويعقب يقول وأنا أقول أنه إذا أردت أن تصل إلى الحقيقة عمالي ثلاث أمور واحد افعل الواجب وترك الحرم اثنان أخلص لله في عملك عملك يكون مخلص لله ليس لأجل الناس ثلاثة صلي في أول وقت سواء بحضور قلب أو بلا حضور قلب هلأ هون يعني بنزل شرط بس حافظ على الصلاة في أول وقت هلأ بينقلوا بعضهم عن الشيخ بهجت بيقول اللي بيعملهم وما بيوصل يلعني قد ما متأكد مننا يعني بعضهم بينقلوا عنه هلأ أنا سمعها يعني سمع هالمسألة فقد ما كان مأكد مننا الدين أمر سهل بس في عمق فإذا واحد بحياته عمل برنامج أنه يعمل الواجب ويترك الحرام بشكل أساسي ويكون مخلص ويحافظ على الصلاة في أول وقت بيكون شيء رائع الإمام الخمينة اللي قد يسروحه بكتاب الأربعونة حديثا عن أحوالحكاية بيقول أنه البرنامج اليومي حتى واحد يساعده حتى بالشيء اللي عم بذكره الشيخ باجت وعم بذكره السيد علي القاضي بيقول فيه برنامج يومي بيسموه علماء الأخلاق والإمام الخمينة المشارطة والمراقبة والمحاسمة الصبح بتقوم بتصلي تشارط الله بمعنى أنه يا رب لك شرطي أن لا أفعل اليوم أي حرام وأن أفعل كل الوجبات خلال اليوم بترقب حالك بالليل قبل ما تنام بتحاسب حالك أنه أنت عملت حرام ولا لا بسر تتذكر تركت واجب ولا بسر تذكر فإذا عملت حراما أو تركت واجبا استغفر الله وتاني يوم ارجع شارط ورائب وحاسب إذا عملت حرام تالت يوم شارط ورائب وحاسب إذا عملت حرام الأخماني بقول رابع يوم نفس الشي بقول ضلك عمال هاك حتى لو حتى لو تكرر ذلك لمئة يوم ومئتين يوم الأخماني بيقول قوعك يجيك وسواس أنه أنه أنت بش خرج وأنه مش لح تزبط معك هذا شيطان اترك الشيطان ودلك كرره والأخماني بيقول عضبانتي بتوصل يعني كرر هذا البرنامج وبتوصل يعني بأعتقد هذا ملخص هنا فعلنا ضمان تاني يعني لذلك لذلك أنه بلا ما واحد هلأ يفوت بالبرامج اللي هي برامج مباركة ولكن العمدة هي اللي ذكرت والله أعلم كمان نحن نأخذ مولانا سؤال من يوم أمس في الحاجة إم حسان بتسأل بحسب الأية الكريمة يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هل هذا التعبير يشير إلى أنه الإنسان بيكون بسبات بنوم بالقبر ولا في شيء إسمه عذاب بالنصوص المعتبرة لعنا أنه الناس يصنفون بعد الموت عثلة أصناف صنف ينعم في قبره وصنف يعذب في قبره وصنف ولا شيء لا يعذب ولا ينعم يعني هذا بنام الصنف اللي يعذب في قبره هو الذي محض الكفر التاني صنف الذي ينعم هو الذي محض الإيمان الثالث صنف هم المصدعفون لا هك ولا هك هلأ من بعثنا من مرقدنا هذا بتظبط على الصنف اللي هو الصنف الثالث من المصدعفين ولكن في نكتي هون لابد أن نشير لأله أنه من بعثنا من مرقدنا هيده بعد النفخ الثاني في نفخين للصور في نفخ أول وفي نفخ ثاني بالنفخ الأول يموت كل الأحياء إلا من شاء الله يموت كل الأحياء حتى أحياء البرزخ يعني حتى الذين ينعمون في قبورهم ويعذبون في قبورهم يموتون إلا من شاء الله هؤلاء بالنفخ الثاني من ماتوا يمكن يكون هذا نداء عام يقولوا من بعثنا من مرقدنا لأنه كان في رقود يعني بين النفخين في رقود فساعة بيكون هذا الكلام كلام عام من الذين قاموا من القبر يقولون من بعثنا من مرقدين الأخ أبو علي عم يسأل ذكر أشهد أن علينا ولي الله في التشاهد والتسليم في الصلاة ما ورد نحن عنا أن هذا الذكر عند المراجع المقلد دين المعروفين في داخل الصلاة نحن نتقيد بما ورد في السنة النبوية كيف كان النبي صلى الله عليه يصلي نحن نصلي وقد نقلت إلينا صلاة النبي عبر أهل البيت صلاة النبي عبر نقل أهل البيت ما كان فيها أشهد أن علينا ولي الله لا بالتشاهد ولا بالتسليم لذلك علماءنا أنا ما بسامع ولا واحد لا بيصلي هك ولا بيقوله هلأ كل ما هناك بالأذن وبالإقامة لأنه ورد عنا رويات أنه إذا واحد شهد الشهدتان في بعض الروايات يشير إلى الاستحباب يعني الرواي بتشير إلى استحباب نفهم أمنها الاستحباب إلى استحباب الشهادة الثالثة هذه بشكل عام وردي لأنه بالأذن ورد الشهدتان على أساس هذه الروايات بيصير مستحب بالشهادة الثالثة وبالإقامة بيصير مستحب بالشهادة الثالثة مش على أساس أنه يجزء من الإقامة ولا على أساس أنه يجزء من الأذن نحن لا نقول نحن الشيعة بحكة عن مراجعنا الكبار العلماء لا نقول بأن الشهادة الثالثة هي جزء من الأذان وليس جزء من الإقامة هي بتنقال بمورد الاستحباب العام على أساس أنه حين ذكر الشهادتين يستحب عندما انثبت عنده الاستحباب يستحب الشهادة الثالثة أما داخل الصلاة لا نحن معنا داخل الصلاة صلاة حساسة بقلب الصلاة ما في واحد يدخل أي عنصر وإذا بدي يدخل عنصر بدي يدخل عنصر بالنية العامة بدي يكون إما قرآن كريم وإما دعاء وإما ذكر فإذا كان غير قرآن كريم وغير دعاء وغير ذكر فلا يجوز إدخاله عمدا وتهدد الصلاة أصل بتصير الصلاة غير صحيحة هذه طبعا تابعة على التقليد لما المرجع يقول لك أنه هذا لا يعد من الثلاثة عمليا وإدخاله عمدا لا يعد من الثلاثة المرجع قد يقول أنه هذا يعني بصير فيه إشكال بالصلاة فممكن هون وهي المثالة مسألة تعبودية يعني بيقول لك أنه الصلاة بكتعيدة مسألة تعبودية يعني هلأ مثلا الإمام الخميني قال يقدس روحه الإمام الخميني يعني أداش هو ارتباطه بالنبي صلى الله عليه وآله وبأهل البيت عليهم السلام ولكنه بس عنده بعض الفتاوى أنه مثلا البكاء على الإمام الحسين عليه السلام أثناء الصلاة البكاء على الإمام الحسين عليه السلام نحن داشو مستحب بس بلك بقلب الصلاة في إشكال الصلاة لخصوصية يمكن يتعجب الواحد أنه يمكن رأي مرجع تاني يقول لك يخيه أنه فيها استحباب أساسا خاص بقلب الصلاة هي في تعبد خاص يعني ما حدا يدخل على حريم التعبد الخاص كمان نرجع لأخت مريم نأخذ سؤال من الحلقة الماضية صار من الحلقة لأنه بما أنه نحن بالحلقة الأخيرة بموسم الرمضاني حتى ما نخلي معنا أسئلة الأخت مريم كانت عم تسأل هنا يعملوا بمبادرات لجمع التبرعات وإطعام الناس بشهر رمضان ولكن عم بصير أنه بيأتي حدا مثلا على سبيل المثال بالمنطقة الفلونية يقول أنا تبرعت لكم بمئة ربطة خبز بسني بيعفوا أنه سكان هذه المنطقة ليس بحاجة لخبز سكان المنطقة أخرى بحاجة فعم يأخذوا هؤلاء يطون لهم هل في ذلك أشكال؟ هلأ أنا لما أخذ تبرعات من شخص أنا أمين أنا أمين على هذا المال فإذا كان صاحب المال قال لي هولي لا تشتري فيه خبز أنا أريد أشتري فيه خبز أما إذا هو فوضني أن أشتري فيه المناسب فأشتري فيه المناسب إذا أنا مطمئن أنه صاحب المال يرضى بأن أشتري فيه غير الخبز لأنه غير الخبز هو المناسب فيني أشتري غير الخبز أما إذا صاحب المال لا هو قال لي خبز يعني خبز يعني هون آخر شيء هذا المال أماني ليس سألت مبارح مال شرعي ولا لا تتبرع تبرع يعني مالهم وأنا أمين عليهم فلذلك إذا بدي غير العنوان بدي تتصل فيهم إذا ما عندي أطمئنان ونهي بيرضوا بدي تتصل فيهم واستأذن أنه غير العنوان حتى غير العنوان أما بغير هاك لا بده واحد يتقيد بنفس العنوان قد يكون هذا العطان إياه نادر ندر نوزع خبز لش بدي أنا بدي حقله ندره فمفروض أنه ألتزم بما قال لي الحاجة محمد مولانا تسأل عن تسبيح تسبيح سيدة زهراء وذكرت المستحبات الخاصة فيها وسألت ما معنى عبارة المسامحة تسبيح سيدة زهراء عليه السلام بطبيعة الحال هو تسبيح مستحب جدا أن يقال بعد كل صلاة 34 مرة الله أكبر 33 مرة الحمد لله 33 مرة سبحان الله الله أكبر الحمد لله سبحان الله ومستحب أن يقال قبل النوم كما ذكرت وهو كما ورد هو مئة على اللسان وألف في الميزان ويبعده الشيطان هلأ المستحب المواظب عليه مستحب كذا كلمة المسامحة أنا بعتقد أنه هي جيبتها من أحد الكتب كلمة المسامحة أنه ما معنى كلمة المسامحة خاصة أنه هذا التعبير يعني هذا التعبير عرفيته لاحقة كانت هلأ أنه المسامحة إذا واحد يفسرها هلأ بدي يقرأ ضمير الكاتب يعني بس أنه بدي يقاربها بغض النظر عن ضمير الكاتب أنه المسامحة أنه واحد يكون سمح السمح يعني في شيء على مستوى النفس وفي شيء على مستوى الآخر أما على مستوى النفس الإنسانية أنه أن يكون سمحا في ذلك ما يدخل في هذا الموضوع وهو ثقل عليه لا يدخل في هذا الموضوع وهو يشعر بثقله وإنما أن يكون سمحا فيه السمح يعني السهل بدي يكون فيه نوع من السهولة وهذا نوع من السهولة ممكن أن يقارب أن يشعر بلذة ذلك قبل شوية عم نحكي نحن عن شهر رمضان أن واحد بيشعر بسماحة هذا الشهر سماحة هذا الشهر يعني بيشعر بسهولته عليه بسماحته عليه لا بثقله عليه يعني أن يكون مع هذا الذكر يكون في نوع من السماحة بس هذه السماحة غير المسامحة المسامحة هي مفاعلة والمفاعلة هي بيكون بين شخصين وعادة مصطلح المسامحة بيكون مصطلح المسامحة مع الآخر خاصة أن تسبيح سيدة الزهراء عليه السلام هو كان على أساس أن سيدة الزهراء عليه السلام طلبت عاملة لتقوم بالخدمة التي أنهكت سيدة الزهراء عليه السلام فالنبي صلى الله عليه وآله أبدلها بهذا التسبيح فهو يرتبط بالأصل بأنه بديل عن عنصر إنساني فهنا إذا بدأ نأخذ لفظ المسامحة كمفاعلة مع الآخر أن هذا الذكر فليعلمنا أن نكون فيه متسامحين مع الآخرين يعني هو ذكر صح أنه عبادي خاص ولكن مفروض أن يعلمنا التسامح مع الآخرين بحيث ما واحد ينفصل في علاقته مع الله وفي علاقته مع الناس مع الناس واحدة عم تسبح السيدة الزهراء بعد شوية عند عاملة بالبيت بتجي شو بتعملها بأسوي من تفعت بتسبيح الزهراء؟ لأن تفعت تسبيح الزهراء هي اللي بتكون مسامحة للآخرين مولانا مع شكر جزيل لكم بهذا السؤال ممكن وصلنا لختام حلقتنا لليوم تفضلتم في بداية الحلقة تحدثتم عن أننا في العشر الأواخر من الضيافة الرمضانية وأن فرصة لنا لأن نطلب من الله أن يخفر لنا ذنوبنا في هذه الأيام وأشهرتم إلى ضرورة الدعاء دائم بأن لا ينقضي هذا الشهر وفي رقبتنا زنب لم يخفر وتحدثتم عن العيد بما هو بمثابة حفل تخرج يكون المتخرج فيه هو هذا المؤمن الذي قام بالأعمال المتوجبة عليه في هذا الشهر والجائزة هي جائزة غير مرقومة وجائزة كبيرة كذلك أفضتم بأنه من المفيد تكرار تكبيرات يوم العيد بشكل دائم وشكر الله على نعمه الكبيرة على هذه الشكر الذي يتمثل بصلاة العيد وأيضا في هذا المجال أشهرتم إلى أن صحة الإنسان تقدم على المراسم في الظرف الخاص الذي نحن نمر فيه وأيضا من موارد الشكر الالتفات إلى الفقراء وهو ما يتمثل أيضا بزكاة الفطرة وأشعرتم أيضا إلى تذكر الإمام الحسين والإمام الحج عجل الله تعالى فرد شريف بزيارة الإمام الحسين أو دعاء الندى مع بعض التوجيهات التربوية بالحفاظ على ما اكتسبه الإنسان من معنويات خلال الشهر الفضيل نحن نعم أنا بدي شير لأخر شيء لمشهد جميل جدا يعني منيح يحافظوا على أنه بالعيد لما يقعد الأب والأم والأولاد كلهم يكبروا ويهللوا تهليلات العيد مع بعض يعني يفيقوا الصبح ويجتمعوا مع بعض يصلوا صلاة العيد يقوموا بالذكر وتهليلات العيد هذه لها رونق خاص ولها ثواب خاص ولها بركة خاصة على الأولاد وعلى البيت مولينا نحن نختم معكم الموسم الغمضاني ونشاء الله نلقاكم بعد العيد بموسم جديد لين سевидا أكثر وأكثر من بركات ما تقدموه لنا من العلم الوافر الذي تفضلون به علينا كل عام أنتم بخير إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية ويعني نسألكم الدعاء الدائم في هذه العشر الأواخر أعزائنا المشاهدين كل عام أنتم بخير ينعاد عليكم يا رب ونشاء الله نلقاكم بعد العيد اليوم الثلاثاء الأول بعد العيد يعني مش ثلثاء العيد الثلثاء الأول بعد العيد من التاسعة والنصف حتى العاشرة والنصف مساء كل ثلاثاء بموعد أسبوعي إن شاء الله سنكون متظاركم نسألكم الدعاء ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته